جمل هي الوقت هي احنا عم نغشجها طيب نتكلم بقى عاملي اه طيب انا حاسة ان في حاجة مش مصبوطة مثلا بتحصل مش هده انا مش هتخش بقى مباشر اللي هو انت بتخني يعني تمام وحاسة ان علاقتنا بتمر بمرحلة متوترة فاحنا محتاجين نقعد نتكلم عشان انا محتاجة ان انا اسمع منك لو انت شايف ان في تأثير عندي لان انا حريصة على علاقتي بيك لان انا عايزة العلاقة دي تبقى في احسن حالتها فانا شايف ان انت متغير معايا او شايف ان انا بلاش انت دي عشان دي برضو بتخليه برضو يحس ان هو في حاجة مشتبوطة قد اكون مقصرة معايا اه لو في حاجة انا مقصرة فيها لو في حاجة انا بعملها غلط فيريد تعرفني جايز انا بعملها وانا مش واخد بالي جايز بعملها وانا في عز الاخبطة والانشغال والولاد والكلام ده بس حقيقي انا مهتمية باصلاح العلاقة دي بص الحوار ده كده بدا لطيف خلي بالك في مرة قاعدة تانية اللي هو هيقول لها مفيش حاجة حبيبتي وانت بس اللي قلقانة وانت المشغولة حلو اوه احنا كده ماشيين في السكة المزبوط تعالي بقى مرة تانية انا محتاجة ان نتكلم او لازم نتكلم او احنا هنقعد نتكلم انا مرة فاتي تتكلمت وقلتلك بس انا شايف ان الامور بتسوق اكتر وقلقي بيزيد وفيش مفيش اي سلوك بيطمني فانا كده بدأت اروح في سكة تانية خالص فاذا الامور هتمشي في السكة دي وما فيش اي وساء سلوكيات تطمين انا كده مش هقدر اتصرف او مش هقدر احمل العلاقة فالعلاقة دي في الحالة دي هتبقى انت المسؤول عنها وعن اللي هتروح له وبالتالي لو انا اضطريت ان انا اخد اجراءات احمي بيها كرمتي او 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 اعلاقتي بيك وما ترجعش تزعل لان انت رافض انك تطميني ورافض انك تمدي ايدك بص النغمة هنا بدأت تتغير ازاي ثلاثة بقى لكن الكلمات اللي حاك اخترتها فقيلة لكن ما فيهاش غلط تشترك مقر Caled تشترك distributed to ف3000 تشترك مقرول